اشترك الان في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس ولا تنسوا دعم المقطع بلايك الطرخون هو نبات عشبي يتبع فصيلة الشيح وله العديد من الأسماء التي تختلف من منطقة إلى أخرى حيث إنه يسمى السوريس أو الهدباء الهندية أو عشبة التنين والموطن الأصلي لهذا النبات هو سيبري أو منغليا ومنهم انتشر ليمو في جميع أنحاء العالم وخاصة في بلاد الشام حيث إنه ينمو بكثرة فيها يتصف الطرخون بأنه نبات بري من الشجيرات الكثيفة حيث إن أوراقه طويلة ورفيعة وملساء بحيث تكون على ساق النبتة بشكل متناوب وينمو على ارتفاع 150 سنتيمتر في الأماكن الجافة والدافئة وتتعدد استخدامات الطرخون حيث إن له العديد من الاستخدامات الطبية فهو يدخل في تركيب معجون الأسنان مثلا كما أنه يدخل في صناعة المبيدات الحشرية وكذلك يستخدم كنوع من أنواع التوابل التي تستخدم في تحضير العديد من الأطباق كالسلطات والصلصات واللحوم وغيرها يحتوي على العديد من العماصر الغذائية المفيدة لصحة الجسم وسلامته مثل الألياف والكربوهايدرات والفيتامينات والدهون كما أنه يحتوي على حمب التنيك والكومارينات والفلافونيات يسكن ألم الأسنان بسبب احتوائه على الإيجينول وهي عبارة عن مادة مخدرة يقاوم العديد من أنواع البكترية والفكتريات والمايكروبات التي تتسبب في حدوث الأمراض يدر الحيب وكذلك للبول كما أنه يطرد الغازات من الجسم يخفض نسبة القولسترول في الدم يساعد على إمقاص الوزن يحفز للشهية يعالج العديد من المشاكل الصحية من أهمها آلام المعدة والكبد الناتجة عن آثار البر آلام الصبر والتهاب اللوزتين والتهاب الجهاز التنفسي والسعال والغدة النكفية وكذلك التهاب وتسمم الكبد فقر الدم والأنيميا حالات التشنج حالات هشاشة العظام العش الليلي والتهاب شبكية العين أمراض السرطان السدد في المثانة والمراضة والكبد والكولا والبنكرياس والطحال تضخم الأوردة والدوالي الإمساك المزمن أمراض الجل مثل الأكزيماء والصدفية وحب الشباب تمنى المتابعين الجدد اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر